إذا أشتري ثوب جديد أهل البيت عليهم السلام هم حاجنشي عن هذا الموضوع؟ أي نعم نعم حتى أحصل البركة واللي هس راح نسمعه الكلام اللي قال للإمام الصادق عليه السلام يقول من تشتري ثوب جديد؟ ش تسوي؟ خلي أمك طاسة ما الماي وإقرأ على هذا الثوب إنا أنزلناه في ليلة القدر إقراها كاملة كل ما توصل حتى تنزلوا الملائكة كل ما توصل حتى هذا المكان تنزلوا الملائكة أخذ شوية من الماي وذب على هذا الثوب زيان بعدها يقول الإمام عليه السلام ثم صلي ركعتين صلي ركعتين مثل صلاة الصبح قول بها اللي يعجبك تمام؟ يعني الحمد والإخلاص مثل صلاة الصبح بالضبط أصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى هالشكل زيان ودعى به وقال في دعائه يعني البست هذا الثوب وصليت به ركعتين ودعيت بهذا الدعاء اللي لازم هستكتبه شو تقول الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس هسا الأخوة كتبوكم يا بالتعليقات أحد الأخوة يتبرع عننا إن شاء الله وأنتم كذلك تردون إذا تكتبونا نصر وتكتبوه أثناء ما ندعي بالركعة الثانية نقول الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي وأصلي فيه لربي وأحمد الله زيان إذا هذا كله سويته هسا شراح يصير الإمام عليه السلام يقول لم يزل يأكل فيه ساعة فيه ساعة حتى يبلى ذلك الثوب يعني الله يوسع عليك الحد ما هذا الثوب يشقق حد ما يتعب هذا الثوب حد ما تغيره زيان أنا عندي ثياب هواي دائما أشتري نعم بكل ثوب هالشكل سوي والله سبحانه وتعالى يوسع عليك لأنك دائما راح تصير بذكر الله تعالى فأكيد الله سبحانه وتعالى راح يوسع عليك الكلام من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال صفحة 51 ثواب من قطع ثوبا جديدا وقرأ إنا أنزلناه تلقون بس هاي الرواية تحت هذا العنوان ودومتم بخير وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر